دمال السلام على سموه السادة عزيزة خنوش وزار الفلحة والسيدة البحري ومحمد الزين وزير الشباب والريادة وعبدوحة سايل وزير التشغيل والتكوين المهني والجنرال دوكور دارميحو سيد السيمال قائد الدرك ويعتبر المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أول مؤسسة بالمغرب وإثليقية معدة لمهان الفروسية ويكرس إنشأه تقاليد الفروسية العريقة في المملكة والتي تعززها إرادة ملكية لترسيخ الفروسية تراثا وطنيا